موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أنا هدى عشاب بالعلام صاحبة مشغل النخيل المشغل هذا تأسس 25.8.97 أبس 997 طبعاً المشغل هذا كان في بدايته اللي هو أنا حبي للشغل هداية متع الخياطة حبيت أني نجازف ونخش في المجال هداي أول بداية كانت بداية ما عنديش فلوس ما نعرفش كيف بني نتصرف فنصحوني في ذلك الوقت منمشي لبنغازي في أخوات صاحباتي نصحوني قالوا يبري لبنغازي في الوقت هداكة في ال 97 ما كانش في مجال الخياطة هنية منتجة في ترابلس ما كانش مقتصر على النساء كانت مقتصر على الخياطين فقط للأجانب مشيت لي بنغازي كنت بنبب نشوف المكينات وكيف أسعارهم وكيف نبب ناخد فكرة معينة فخشيت لي مولا محل حس عندي الحافز وعندي الإصرار أني نبب نخدم أعطاني المكينات بدون مقابل بفاتورة قالي اشتغلي وبعد ما تشتغلي خلصيني الليبيين بشكل عام ما كانش عندهم القبول بنسبة المرأة الفترة اللي كنت طلعت فيها أنا إن تشتغل المرأة في مجال خاص هداي وأني في الفترة هديكة شغلت معاي أفارقة مش لبيين فحصلت شوي الضغوطات ما كانش بالسهل بداية الممتلاقة لكن لما شافوا النجاح متاعي والمكتاب براه والحمد لله أنا في الأساس مدرسة قاعد أخذت قاعد اختياري وخشيت المجال الهدايا بنحبة ونجحة فيه المستقبلية إن نزيد نطور نزيد نفتح الأفارق هدايا نزيد نجلب مكينات مكينات قطريس الآلي وفي نفس الوقت نصدر حتى خارج ليبيا ما عنديش مشكلة هاي واجهة رسالة الشبات الليبيات بشكل عام إنه هما يجتهدوا ياخدوا شهرتهم وفي نفس الوقت ينموا الموهبة متاعتهم مرأة ما تندريش عزمة تلقي روحك في الموهبة متاعتك تناجحة أكترا إنما تنتناجحة في الشوال التاني